أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل نموذجاً في العيش المشترك والتآخي بين كافة المكونات الاجتماعية والدينية والعرقية وقال خلال لقائه رئيس مجلس السلام العالمي الشيخ قاسم بدر وعدداً من سفراء السلام بحضور عضو المجلس وسفير السلام الأب جريس سميرات إننا في الأردن على الدوام دعاة نشر ثقافة المحبة والوئام ونبذي خطاب الكراهية والعنف لافتاً إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو أول من دعا إلى تشجيع الحوار بين الأديان والسعي نحو بناء ثقافة السلام والاحترام بين أتباع الديانات مبيناً أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عملت على الحفاظ عليها وحمايتها وإعمارها ومنع تهويدها وأكد الفائز أن الأردن بقيادة جلالته لن يقبل ولن يسمح بتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة بدوره ثمن الشيخ قاسم بدر حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تعزيز مبدأ العيش المشترك وتكريس ثقافة الحوار بين مختلف الأديان السماوية